موضوع الثاني هو موضوع هم جدا وقبل ما اتكلم فيه عايزة ادي لحضراتكو نموزاجين دايما يتقلقوا وده خلاص بالدليل القاطع يتقلقوا حاجات وبعدين تطلع غلط وبعدين يتقلقوا حاجات فتصدقوها من نفس الناس اللي قالوا الكلام الغلط بمعنى اتقلقوا ايه هم مصريين ولادكو حيروحوا في ستين داية ولادكو حيموتوا في السنوية العامة ولادكو حيضيروا في امتحانات الجامعة فتعدي امتحانات الجامعة والسنوية العامة ولا الهوى ولا الهوى يعني لم يحدث شيء لم يحدث شيء يعني لم يحدث حتى قفزة في الارقام او زيادة لم يحدث شيء وطبعا محدش علق إنما الأول إحنا عيالنا حتموت وإحنا عيالنا حاج مش عارفة ولم يحدث شيء فعدنا هذا الأمر وما فيش مشكلة فيه وما فيش حاجة يبدو إنه في حد مصر دايما يشككنا في نفسنا تاني حاجة هذا الوطن لن يستطيع الوقوف أمام كورونا هذا الوطن الأرقام فيه بالألاف هذا الوطن الأرقام بيه بالملايين دي الناس بتموت وفي مقابر انتوا فاكرين ولا لا في مقابر جماعية الناس بتروح في ستين داية وعدة وبقت مصر من الدول حتى الآن عشان أكون واضح حتى الآن إن الأرقام فيها محدودة والمسألة فيها تحت السيطرة دولة المصرية قدرت تقود معركتها ضد الكورونا وعدة الأمر بعد ما تقلقوا الحاو دا البلد دي مش هتقدر والبلد دي مش هتنفع والبلد دي حطوع وحطوع اقتصادياً وحتتنايل بستين لم يحدث دا تاني أمر الأمر التالت وده بيكرر كتير وده أصل الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه يعني اللي أنا عايز أتكلم فيه ملوش علاقة بالموضوع نفسه بس دا أصل الموضوع جينا في أعضايا التحرش جينا في الأعضايا الأولانية قال لك اسمع دا الودة أبو واصل دا الودة أبو في جهة سيادية دا عمر ما حد حيقرب له دا عمر جي سيادة النائب العام بشكل محترم جدا تعال يا ابني تحقيق اللي مش عارف إيه جاب من بيه ولا طلع أبو في جهة سيادة وقال لك محدش حياة دا يا عم ناس مسنودة كل دا طبعا عشان وين تقعد تقول حزبي الله نعم الوكيل هي البلد دا عمرامة هتفضل تفكر كده فتقبض عليه قدام كل الناس وتم التحقيق معه قدام كل الناس والسيد النائب العام طلع بيان علني قدام كل الناس وقال إيه اللي حصل قدام كل الناس وخد أربعة يام قدام كل الناس بعد ما خد الأربعة يام قال لك دا طالع بكرة خد خمستاشر قال لك دا طالع بكرة خد خمسة واربعين قال لك دا طالع بكرة اتحاول للمحكمة وطبعا كل الكلام كان إيه ابتزاز ابتزاز طب إنت عايز تأيد الحق ليه بتابتز الدولة المصرية طبعا تم تقديمه للمحاكمة بتهمة هاتكا عرض ثلاث فتيات وتهديدهم وموضوع كبير والأمر في يد حضرة القاضي